هتقول لي يعني هو إيه الجديد؟ هقول لك ما هو ده الجديد؟ الجديد إيه؟ إنك تحافظ على الخطوات الزكاية اللي عملتها الفترة المضية، الأيام القوية المضية ده تجميع لبيانات ومخاطبات النادي الأهلي في هذه القرارات هتقول لي طب ما كنا عايزين انسحاب، طب ما كنا عايزين قرارات قوية طب كنا عايزين اشتراطات على الكاف، طب كنا عايزين نعمل مش عارف إيه كل الأمور دي مش بالساهل كده مش بالساهل كده كل حاجة وليها تمن هل الأهل هيقدر يدفع تمن الحاجات دي كلها ولا لأ وأصلاً أنت دلوقتي رايح للمحكمة الرياضية فكل كلمة وكل قرار محسوب عليك كل كلمة وكل قرار محسوب عليك في ملفات ومستندات تقدم من الطرف الثاني للمحكمة الرياضية وقت ما يبقى فيه قضية فكل حاجة لازم تتعامل باحترافية شديدة شديدة جداً طيب أصوات نادت أصوات غير احترافية نادت أنه الأهلي ينسحب ده الأهلي ده كبير الكارة أهم النادي في أفراقيا أفراقيا هي اللي تزع على الأهلي مش الأهلي اللي يزع عليها مش ده كلام منطق طبعاً الأهلي لما يلعب في أفراقيا المستوى المادة بتاع البطولة بيزيد الرعاية بتزيد النادي الأهلي يحكمته الكبيرة بالأسماء الكبيرة بتاريخه الكبير كل ده بيزود البطولة بس الكاف هيخسر جزء كبير النادي الأهلي يخسر كتير ليه؟ تعالي نقول لك الأهلي لو انسحب هيحصل إيه؟ هنعرض دلوقتي وتمشي معي واحدة واحدة بالأرقام وبالتفاصيل اللي جاي ده كله من آخر ميزانية للنادي الأهلي من آخر ميزانية من النادي الأهلي الأول بس أقول لك من الناحية الإدارية هيخسر إيه الأهلي لو انسحب هيستبعد الكاف الفريق المنسحب من المشاركة في أي من موتوراته لمدة عامين وتوقيع غرامة عليه قدرها مئة ألف دولار ده الشكل الإداري أو اللي كيف هيعمله هيبعد الأهلي عامين وهيغربه مئة ألف دولار تعالي بقى خش تعالي بعض من الناحية المالية ودي بقى المهمة جدا اللي الأهلي وإدارة النادي الأهلي فكرت فيها كويس جدا عشان مش بالساهل يعني لقى لا هيخسر إيه؟ ملايين تعالي مش واحدة واحدة ميزانية النادي الأهلي 2020-2021 يونيو الماضي بلغت إرادات النادي الأهلي تسعمية واحد واربعين فاصل أربعة مليون جنيه بزيادة أكتر من تسعة وعشرين مليون جنيه عن العام المالي العام قبل الماضي مقابل مصروفات قيمتها مليار تقريبا واحد مليار جنيه بزيادة مية تلاتة وتمانين فاصل ستة مليون عن العام المالي قبل الماضي طيب ده ذهب معظمها لإيه؟ يعني خب بالك كده في عجز مية تلاتة وتمانين معظم الإرادات دي ذهب معظمها لصالح نشاط كرة القدم اللي زادت مصروفاته أكتر من مية وخمستاشر فاصل أربعة مليون جنيه العام الماضي وفقا للتقرير المالي الصادر في الميزانية دي أرقام كتيرة بس اللي جاي هيبقى أسهل طيب بلغت نسبة الإهلاك حداشر فاصل ستة مليون جنيه اللي يصل إجمالي العجز المالي في ميزانية النادي الأهلي بشكل عام مية تمانية وخمسين مليون جنيه طيب الأهل يحقق إرادات كميتها قد بالك بقى من الأرقام اللي جادي الأهل يحقق إرادات كميتها خمسمية وخمسين مليون جنيه من نشاط كرة القدم بزيادة ميتين تلاتة وتلاتين مليون جنيه عن العام الماضي لكن مصروفاته على كرة القدم وصلت إلى ستمية وستين مليون جنيه بزيادة مية وخمستاشر مليون جنيه عن العام الماضي يعني الأهلي عنده خسائر في كرة القدم مية وخمستاشر مليون جنيه ميزانية رسمية لصدرة من النادي الأهلي مش معلومات مجهلة يعني معلومات رسمية ومنشورة يعني طيب بلغ اجمالي الخسائر في نشاط كرة القدم عن العام الماضي 109 مليون جنيه مقابل 227 مليون جنيه خسائر العام قبل الماضي ساهم لكز بقى في دي لكز في دي قوي ساهم تحقيق فريق الكرة اللي قبايب طولة أفراكيا والصورة الأفريكية في زيادة الإراطات لحصوله على حوالي 63 مليون جنيه ده بالإضافة إلى 50 مليون جنيه تقريبا من مشاركته في كأس العالم للأنديية يعني بتتكلم في 113 مليون جنيه يعني تقريبا 20% تعالوا شوف اللي بعد 20% من ميزانية النادي الأهلي هو ده اللي جاي يوم تبلغ إرادات الأهلي من الفوز ببطولة دول أبطال أفريكا والصورة الأفريكا والمشاركة في كأس العالم للأنديية ما يزيد عن 20% من إرادات كرة القدم اللي هم كان بقى إرادات كرة القدم 550 مليون جنيه حمناتكلم في 113 مليون جنيه النادي الأهلي بياخدهم من بطلطة أفريكا وكأس العالم للأنديية من 550 مليون جنيه بيخشوا للنادي الأهلي من قرات القدم إراداته من قرات القدم طيب ده يعني تؤسس المشاركات وبطلطة الأهلي الأفريكية والمشاركة في كأس العالم للأنديية على إرادات الرعاية والبث الفضائي ده تكملها يعني الرعاية والبث الفضائي بالتبعية يعني الأهلي لما بشارك في أفريقيا وبيشارك في كاس العام الأندية حقوقه في البث وحقوقه في الرعاية طبعاً بتزيد والأرقام بتزيد اللي بتتعرض عليه الأهلي يحصل من الشركة الرعاية على 113.4 مليون جنيه من الحقوق التجارية و92.5 مليون جنيه من البث الفضائش ده معناه إيه؟ أنا فاهم الأرقام كثيرة بس حبيت أعرضها لحضرتك عشان تفهم معايا الأهلي هيخسر إيه؟ هيخسر 20% من إراداته لدخلاله من كرة القدم اللي هي أصلاً كلعبة في النادي أو نشاط في النادي بيخسر في الآخر على فكرة ده مش حاجة كرسى يعني الأهلي والزمالك دائماً بيصرفوا أكتر ما بياخدوا على كرة القدم بيصرفوا كتير فبيصرفهم رواتب وعقود وكلام ده كله بتبقى أكتر بكتير من المكاسب اللي بياخدوها طبعاً الأهلي بيحاول يطور في ده الزمالك بيطور في ده كل أنداء بتطور في ده بس من زمان من قديم الأزل دائماً الأهلي والزمالك بيصرفوا على كرة أكتر طيب الأهلي بيخسر مية وكسور مليون جنيه في كرة القدم كل سنة و20% من مكاسبه ده 20% ده الرقم اللي بعيد عن الرعاية والبس الأرقام الغير مباشرة الأرقام المباشرة 20% من مكاسبه من كرة القدم يعني تقديباً الربح من أو الثالث يعني كمان من المشاركات الأفريقية وكأس العالم للأنداء فأنت لو مشاركتش في أفريقيا أو مشاركت في كأس العالم للأنداء هيقل معك يعني بجانب العشرين في المائة دول هيجني ده أو هيجني سمار ده كمان خسارة في عود الرعاية خسارة في البس البضائي خسارة في أشياء كثيرة جداً لما الأهل يخسر كل ده هيحصل إيه؟ أنا بقول لها حركة مشجع للنادي الأهل هيحصل إيه؟ هيجي النادي الأهل يقول لك لا أنا كده منطر أبيع اتنين أو ثلاث أو أربع لعيبة من المهمين اللي عندي عشان أعوض واحد اتنين هيجي يقول لك أنا ممكن ما بقاش عارف أعمل صفقات جديدة تلاتة أنا ممكن ما يبقاش عندي نفس الرعاء أو نفس الرقم حق الرعاية اللي بيجي لي كل عدد من السنوات بنفس القيمة اللي بيجي لي في السنوات الماضية ده كله هيأثر على فريق الكورة هيأثر على النادي بشكل عام أربعة دي نقطة في منتهى الأهمية أنه هيبدأ النادي الأهلي يخش في عجز مالي لأ علاقة بالرواتب والعقود اللي احنا دايماً ما نسمعوش عن النادي الأهلي استثناءً واستثناءً عشان كل اللي أنا قلته ده بطولات كثيرة وعظيمة للنادي الأهلي بتفرق معاه بطولات كثيرة للنادي الأهلي بيحقق عشان كده بيكسب مكاسم مالية ضخمة وكبيرة عشان كده بياخد حقوق بس أكبر عشان كده بياخد رعاية أكبر كل ده عشان مشاركاته الأفريقية والعالمية في كأس العالم للأندية عشان كده أنت كمشجع مش هتلاقي النادي الأهلي بيشتري لعيبة كبيرة مش هتلاقي النادي الأهلي بيجيب محترفين كبار مش هتلاقي النادي الأهلي بيدعم الفريق بشكل كويس هتزعل على الأهلي ونتيجه في الدوري قبل ما هتزعل عليه في بطولة أفريقيا اللي هو هيستبعد منها فيه تفاصيل كثيرة جدا كل ده قدام النادي الأهلي وبالمناسبة القريب بقى المستقبل القريب ده الاهلي لو كان فكر مثلا يس أو يعني ينسحل من المباراة النهائية إيه اللي هيحصل ما في عود رعاية والعود دي فيها اشتراطات إنه الاهلي اللي يلعب بالبطولات دي ولو كسر البطولات دي هياخد فلوس معينة وكلام ده كله فالاهلي هيبع عنده مخالفات فقوده هيبع عنده مشاكل فقوده واموره المالية في عواقب كثيرة جدا عواقب كثيرة جدا آه الاهلي نادي دائما لا يعاني الأزمات بس بالمناسبة الاهلي ياخد كرود مالية وبياخد كرود يعني كل الأندية في مصر بتحاول تسدد ديونها وتسدد الحاجات اللي عليها والالتزاماتها بشكل جيد النادي القالية قوة صحيحة ممكن يكون بياخد كرود بس بيقدر يسدها وبيقدر يتعامل مع هذه الأمور بشكل جيد انت مش حمل مشاكل مالية كبيرة الأمور مش مجرد مباراة ولا مجرد بطولة ولا مجرد فرد دراعات كده وتقول أنا نسحب أنا مش عاجب من الوضع كلام ده كلام يقوله الناس غير المحترفة غير المهنية اللي ما تعرفش التفاصيل الإدارية اللي مفروض النهاردة القامات اللي كانت موجودة في اجتماع مجلس دارة النادي القالية وشركة كرود قدم أكيد عارفينها كويس انت بتتكلم في الكابتن محمود الخطيب طبعا خبرات إدارية كبيرة جدا في النادي القالي بجانب نجومية كبيرة انت بتتكلم في ياسين منصور رجل أعمال كبير وناجح انت بتتكلم في طبعا كل دول مع حافظ الألقاب العظيمة ليهم يعني عن مصطفى فاهمي اللي كان موجود في الكاف وكان موجود في الاتحاد الدولي كمان انت بتتكلم سكرتير عام الكاف وكان ضئيس لجل المسابقات في الفيفا يعني انت بتتكلم في حاجة كبيرة جدا حسام غالي وقمته الكبيرة عامل شهين وكان موجود في الكاف لسنوات عديدة فانت بتتكلم وكمان النادي الأهلي دي معلوم ما بقى قولها لحضراتكم تواصلوا مع محامي أجنبي خبير جدا في هذا الاجتماع خبير جدا في كل هذه الظروف وتواصلوا معه في هذه الكرات عشان يشوفوا إيه الصح فيها وإيه الغلط فالقامات الكبيرة دي أكيد ما عملتش حاجة ضد مصلحة النادي أكيد عملت اللي في مصلحة النادي مية في المية في حاجات احنا منيبقى شايفينها في حاجات ممكن نحللها زي أنا أنا حللت الحرارة كمداتية في أرقام وخسان ممكن الأهلي أتكبدها لو انسحب من نهاية دورة أبطال أفريقيا وفيه أمور كثيرة أخرى أنا ممكن ما بقاش عارفها وممكن ما ينفعش إنها تعلن وإدارة النادي الأهلي في الاجتماع النهاردة شافوها وحسبوها بالورقة والقلب إيه وعا تفتكر إنه ما كانش فيه أصوات بتنادي بالانسحاب آه كان فيه أصوات بتنادي بالانسحاب جوه الاجتماع جوه الاجتماع كان فيه أصوات بتنادي بالانسحاب بس في الآخر فهمت وعرفت أو تأكدت أنه الانسحاب خسارة ضخمة وفادحة للنادي الأهلي أكبر بكتير جدا من أنك تلعب مباراة بشكل غير عادل على ملعب الوداد وبالمناسبة اللي نادى وقال أن نسحب سواء في الاجتماع النهاردة أو من الجماهير أكيد ده حبا وغيرة على النادي بس ليس هكذا تتخذ القرارات قرارات تتخذ بدراسة ودرهاية وعلم لو ما فيش علم يبقى مش هتاخد قرار سليم وفي نقطة كمان مهمة النادي الأهلي ما ينفعش فنان بقى وقرهوية ما ينفعش وهو في أفضل أحواله وهو في أعظم أحواله وهو في أفضل فترات تاريخه ما ليكسب بطلتين على التوالي ووصل فاينال تالت على التوالي قريب جدا من الفوز بالبطولة وإنت زي ما يقوله كده إيه راكب القارة قرهوية أنت دايس وماشي بشكل كويس جدا تنسحب بعد كده عقوبات عامين فتبعد عن القارة وتبعد عن أجواء المنافسة دي وإنت قريدي اللي مسيطر على كل حاجة يبقى أنت بتفرط في حق كبير جدا موجود ليك دلوقتي وده إدارة النادي الأهلي شافيته وخذت القرار السليم مشان كده قرارات النادي الأهلي النهاردة زي ما قلت لكم وهكرر أنا في رأيي أقرب للمثالية إن لم تكن مثالية ده فيما يخص موضوع الندي الأهلي